الومضة الثالثة من ومضاتنا الخاطفة في هذه الحلقة في أجواء عقيدة البراءة العقيدة الفاعلة الحية الومضة الثالثة البراءة ما بين مرحلة التنزيل والتأويل مر علينا في الحلقات المتقدمة حينما كنت أحدثكم في شؤون النبوة الخاتمة حدثتكم عن التنزيل والتأويل وكيف أن التنزيل مرحلة نسخت بمرحلة التأويل مر هذا الكلام علينا لا مجال لإعادته في هذه الومضة أريد أن أسلط الضوء وبشكل خاطف وسريع عن البراءة ما بين مرحلة التنزيل والتأويل البراءة في مرحلة التنزيل مثل ما ذكرت لكم قبل قليل هي بمثابة الوضوء والحديث أساساً عن البراءة الفكرية بالدرجة الأولى البراءة العاطفية والعملية والقولية هذه المراتب تأتي في سياق البراءة الفكرية في مرحلة التنزيل فإن الترتيب العقائدية للبراءة تكون سابقة للولاية الدين ولاية وبراءة في مرحلة التنزيل فإن البراءة سابقة للولاية وهي بمثابة الوضوء ما حدثتكم عنه قبل قليل من أن البراءة بمثابة الوضوء للصلاة فمثلما يكون الوضوء سابقاً للصلاة فإن البراءة تكون سابقة للعقيدة سابقة للولاية جوهر عقيدتنا الولاية أساس عقيدتنا الولاية البراءة مقدمة هذا إنما يكون في مرحلة التنزيل الآية السادسة والخمسون بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة لا إكراه في الدين هذا المنطق هو المنطق الذي يتحدث عن مرحلة التنزيل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوتي ويؤمن بالله قد تبين الرشد من الغي كيف تحقق هذا عملياً على أرض الواقع في حياة المؤمنين فمن يكفر بالطاغوت هذه هي البراءة الطاغوت عنوان لكل ما نتبرأ من لا أريد أن أخوض في التفاصيل الطاغوت عنوان لكل ما يجب علينا أن نتبرأ من فمن يكفر بالطاغوتي هذا أولاً ويؤمن بالله هذا ثانياً ما هي النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقة لم في صام لها والعروة الوثقة ولاية محمد وآل محمد والله سميع عليم الآية واضحة وصريحة جداً إنها في أجواء مرحلة التنزيل من هنا بدأنا لا إكراه في الدين ففي مرحلة التنزيل لم يكن الناس على دين الحق وإنما كانت البعثة وكانت الدعوة لإرشادهم إلى دين الحق فهذا القانون حينما أنزل تفعيله كان واضحاً في مرحلة التنزيل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي تبين هذا للعقول للقلوب للضمائر قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوتي هذه هي البراءة المقدمة حتى يهيئ مكاناً صالحاً لإيمانه فمن يكفر بالطاغوتي أتحدث عن مكان صالح في عقله وقلبه وضميره فمن يكفر بالطاغوتي ويؤمن بالله ما هي النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقة هذه فاء التفريع الكفر بالطاغوتي أولاً الإيمان بالله ثانياً هذا يقودنا إلى العروة الوثقة فقد استمسك بالعروة الوثقة لم فصام لها إذا تدبرنا في قول الآية فمن يكفر بالطاغوتي الكفر هل هو براءة عاطفية هل هو براءة عملية هل هو براءة قولية بالدرجة الأولى الكفر بالطاغوتي براءة فكرية بالدرجة الأولى فإذا ما استقرت هذه البراءة الفكرية في عقولنا وقلوبنا ترتب عليها ما ترتب من البراءة العاطفية والبراءة العملية والبراءة القولية فمن يكفر بالطاغوت إنها براءة فكرية في جوهرها وهذا هو الذي بيّنته لكم من أن مساحة البراءة الفكرية في عقيدة البراءة في ضوء ثقافة العترة الطاهرة تتجاوز التسعة والتسعين بالمئة البراءة العاطفية العملية القولية تأتي تأتي بهذه النسبة بنسبة ما هو أقل من واحد بالمئة ومع كل ذلك فإن هذه النسبة القليلة لا تتقوم إلا بالبراءة الفكرية هذه هي مشكلة الشيعة مشكلة الشيعة هنا شيعة يرفضون حتى البراءة العاطفية والفعلية والقولية هذا بالضبط ما يفعله السستاني وما تفعله مرجعية السستاني هذا بالضبط ما يفعله حزب الدعوة وسائر الأحزاب الشيعية القطبية الأخرى هذا ما يفعلونه في واقعنا الشيعي منذ بداياتهم وإلى هذه اللحظة أتحدث عن المرجعيات الشيعية في النجف وعن الأحزاب الشيعية القطبية في بغداد وفي سائر البلاد الشيعية الأخرى ينكرون حتى البراءة العاطفية والعملية والقولية التي هي أقل من واحد بالمئة من مساحة عقيدة البراءة أما البراءة الفكرية أساساً حوزة النجف لا تعرفها لأن منهج حوزة النجف مبني على مخالفة منهج أهل البيت طرًا في كل الاتجاهات في التفسير في العقائد في قراءة التأريخ في الفكر والثقافة في الفتاوى والاستنباط في العبادات في الصلاة في الصوم في الحج في كل شيء كل ما خرج من النجف وما يخرج منها مخالف لمنهج محمد وآل محمد أساساً لا يوجد شيء في النجف عبر تأريخها منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين وإلى الآن لا يوجد شيء اسمه براءة فكرية ولا يوجد شيء يشبه البراءة الفكرية أبداً إن كان هناك من شيء من البراءة فهو البراءة العاطفية العملية العملية بنسبة وآخرى القولية وهنا يأتي من يرفض هذه المراتبة من البراءة البراءة الفكرية لا وجود لها في ثقافة حوزة النجف على الإطلاق على الإطلاق الآية واضحة التركيز على البراءة الفكرية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم في صام لها أساسا كلمة التوحيد شعارنا لا إله إلا الله لا إله براءة إنها براءة فكرية محضة لأنه أساسا لا يوجد إله حتى أبغضه لا يوجد إله آخر أنا هنا أنف الألوهية عن حتى أبغضه فلا إله براءة فكرية محضة نعم إذا وجهت النظر إلى آلهة تصنع في المصانع البشرية فإنني ملزم برفضها وإنكارها وبغضها هذا أمر آخر لكن الأصل في هذا الشعار هو نفي لأي إلهية لا وجود لها فكيف أبغض شيئا لا وجود له هذا هو الذي قلته لكم من أن البراءة أساسا هي فكرية ولذا تأخذ من مساحة عقيدة البراءة أكثر من 99% وهنا تأخذ المساحة كلها البراءة الفكرية هنا بنسبة 100% لا إله إلا الله لا وجود لإله آخر حتى أبغضه وحتى أرتب أثرا عمليا أو أرتب أثرا قوليا لا وجود لإله آخر الأهلهة التي تصنع في المصانع البشرية لقي مثلها هذه مهزلة هية آلهة آلهة من عجول البشر من عجول البقري من أي شيء هؤلاء ما هم آلهة هؤلاء مهزلة يضحك الناس بها على أنفسهم ويضحك بها رجال الدين على أتباعهم ليس هناك إلا الله لا إله إلا الله إنها براءة فكرية محضة بدرجة مئة بالمئة هذه هي الحقيقة فأساس البراءة أساس فكري من هنا قلت من أن مساحة البراءة الفكرية تتجاوز التسعة والتسعين بالمئة من مساحة عقيدة البراءة ففي مرحلة التنزيل كانت البراءة مقدمة على الولاية بالضبط لا إله إلا الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وهكذا سائر النصوص الأخرى إنما أوردت هذين النصين على سبيل الأنموذج وأعتقد أن صورة صارت واضحة لديكم فيما يرتبط بالبراءة في مرحلة التنزيل نذهب إلى فصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر